بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أخوكم بالقاسم في فيديو جديد اللي نديروا فيه شوية تحت التحليل قبل ما نبدأ الفيديو من فضلكم تبعونا في اليوتيوب فيسبوك تويتر تشاركوا في القناة من فضلكم على نطاق واسع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أخوكم بالقاسم يحييكم قبل ما نبدأ الفيديو مدابيكم يعني درتلكم واحد لميساج القناة راي تتعرض واحد لهجوم يعني ساة برمير فالاني نشوف هكا يعني دپو الويكند هذا الناس يعني راي محرش علينا ساكمنسي سامدي يعني كان دي تنتاتيف دي piratage يعني الناس حابة تختارق يعني الناس دو في انتروني مع الطاقم يعني عندنا أحبابنا يعني مختصين في الضمان هذا على السيكوريتي يعني اللي شوصة ورمان سيريوز بلكن ما عندنا شناس يعني مشكورين ويعطيهم الصحة يعني اللي كي ساوا انترونيو دوك مدابيكم وشا نطلب منكم ان اوشتو حتى اللي نوتيفكاشن يعني ما عادوش يمشيو هذا يعني يمشي فلالغوريثم متاع اليوتيوب اللي عندو حتى الخاصيات وانا وش نطلب منكم انكم يعني تشاركوا يعني عبونيو ماسيف من بيش تدعموا القناة باحتاجي اللي فيديو ايضا لانما كي لا تمشيش نوتيفكاشن بيش يوصول الصوت انتعنا يعني واحد كي يشد هز الفيديو يعني يديران باحتاج فلالغوريثم سوصيون تاعهم بفضلكم وخاصة لعلا هذالنوتيفكاشن يعودوا يوليو يعني شوفوا في الجارس هذك تان النوتيفكاشن يعني ايش سيلكسوني لوبشون توت لانوتيفكاشن بيش بيذن الله كي عاودوا يمشي ويعودوا يلحقكم يعني هذالنوتيفكاشن بارك الله فيكم اليوم انتكلموا على وش سرا يعني في مراكش يعني ستي فرامن دبتانا يعني هذا اللوتيت خذا اللوتيت خذايلي هنبو إيرونيك حقيقاتا لو كان يعني الاستقبال يعني في الظاهر كان لابس به يعني مع الاخر كانت أشياء في الكواليس خاصة على بلكم بالبيث انتانا يعني راح معها وحدة راقية منعين صالح يعني الاخر شوفنا يعني لاعبين ما كانوش دون لغاسية خاصة محرز يعني يبدو انه يعني لتعرض إلى بعض بعض الأشياء الطقوس الغريبة والمعروفة على مدينة مراكش من حب ما نشحب ندخل في هذا الموضوع على كلين الشيء يعني الشيء اللي حبيت نتكلم عليه ودرت لكم الصورات على القجع هي التصرف هذا الحاكم البوستواني بوستوانا يعني اللي حقيقة خرج اللعبين تاع الفريق الوطني من تركيز تحم شفت يعني التصريح تاع بالماضي بعد المباراة قال لك نحس المنسيو لجوير في ليسيار با بروز كيب مون وشفنا حتى التعامل تاع هذا الحاكم مع اللاعبين تاع الفريق الوطني شفنا كيفه في الدقيقة 15 اللاعب تاع البوركينا بوركينا فاس وكان عنده زوجة رجليه دي كولي جيسول وتهجم على ابن صبايني والحمد لله ما تكسرش ما تكسرش نرمان مو هذيك في أوروبا أو في أي حاكم يحتار من نفسه هي كاحتونغوج شفنا أيضا ضربة جزاء صحيحة في الشعوط الثاني ضد محرز ووووواب وبالما نحكيه وعلا هذوك اللي اللي بيحكينا بيكي سوري با Kate يعني 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 بيش يضيع على الوقت وكسريت من المباراة بالتساهل هذا الحاكم اللي ما كانش عنده نفس التصرف اللي كان مع الفريق الوطني قدرت لكم الفوتو التعلق جاء لأن الفيدرالية البركينابية حقيقة ما عندهاش هذا النفوذ يعني ويحبس بش نكمل على التحكيم كيتشوفوا أيضا مباراة بوركينافاسو مع النيجر هي المباراة الأولى كان عندهم صعوبة كبيرة بش يسجلوا على فريق النيجر وعطاولهم ضربت جزاء خيئ خيالية في الدقيقة 75 بش يربحوا البركينافاسو ذو كان أول شو نقول وما نتكلمش يعني في الفارق كاين يعني في الاتحاد الإفريقي وهذا الخبيث هذا التعلق جاء يعني هو للرأس المدبر تح هذا المخطط يعني محبين يخرجوا الفريق الوطني من كأس العالم وكان فيه يعني ومعروفين يعني هذو الناس هذو معروفين بالرشاوي ومعروفين يعني كيف هي كيف هي يعني شوف أحمد أحمد هذك اللي كان رئيس على الاتحاد خرجوا عليه دي دوسي وهذو معروفين أيضا بالابتزاز هذا الاربيت على البوتسواني لا يبعوت ليه من المرأك بلاك كيف حمشي دو عليه ولا بحثوا لواحدة لواحدة لأفالي يصوروها معاها اكس ترا يوجدون يوجدون يشوف يوجدون يشوف ويقول لهم لا تدري لا تدري المنزل الذي أردت في المباراة نبعد هذه الصور الغير أخلاقيية للزوجات لتاك ويندرهم في الانترنت هذه أشياء معروفة وهذا السيد أعمل نفس الشي أعمل هذا مع بوتسوانا ومع الحاكم أيضا تعمل مباراة نيجر و و بوركينوفاسو هذا هو السييد اللي أحبت أن أتكلم عليه يعني سيدي شوز تخير غاف هذا الفريق الوطني يعتبر بالماضي نسميه هو وزير السعادة يعني إنسان يدير هو يدير البهجة والسعادة في النفوس على الجزائريين أنا أطلب من دولة الجزائرية التحرك ضد هذا القجاع وضد هذا الخوباثاء على الاتحاد الإفريقي اللي رأهم مطربسين بالفريق الوطني انتعنا لأن مستقبل الفريق الوطني يقدر يكون عنده انعكاسات سربية على الأمن الداخلي في الجزائر يعني فيها الناس يعني تحب عنده جماهير يعني أنا واحد منهم يعني نحبه الفريق الوطني هذا يعني تصرفت هذا القيس أمن الدولة وبالتالي على الدولة الجزائرية أن تتحرك يعني بكل أجهزة التحرك بقوة في الاتحاد الإفريقي لكي هكذا مهزل ما تعاوج يعني ما نقضوش نقبله أن نستخدم يعني تتعب يعني في تيران وهذا يعني بالماضي والتقمتح ومشكورين على كل حال هنما هنا وكان غوب خوش على الأخفاء يعني وزايتي حتى الملعبية يعني بارك الله فيكم قدمتوا وش قدرتوا تقدموا رانا عندنا كل ثقة فيكم يعني كل ثقة في الأصدقاء أتعني أحرز كل ثقة في المدرب القادير في الماضي وحنا رانا متأكدين باللي راكوا رايحين يعني تتأهلوا بإذن الله إلى كهس العالم هنطربوا من الدولة تعنا خاصة الأجهزة الديبلوماسية والأجهزة الأمنية أنها تتحرك داخل مبنى القاهرة يعني هذا الاتحاد الإفريقي لأن الجزائر قارة والجزائر عندها الإمكانيات باش تربيه الكباب يعني اللي تطاولوا على الجزائر نكتفي بهذا القدرة الأمل اللي قام معكم في فيديو جديد بالقسم يحييكم تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر المجد الخلوجي شوزاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته